الغارات الجوية لا تكاد تفارق محافظة إدلب تحديدا اليوم كان هناك سلسلة من الغارات المتتالية على مركز هذه المحافظة وكان هناك استهداف اليوم لمجمع طبي كان تضم عدة نقاط طبية منها المستشفى الجامعي في مدينة إدلب هذه الضربات في كل تأكيد خلفت قتلى وجرحى في صفور المدنيين هنا نتحدث نحن عن مركز محافظة إدلب عن العمق الإدلبي هنا هذه الضربات تتوالى هناك بشكل كامل خاصة بعد إعلان تحرير الشام والفصال المتحالفة معها عبر عملية ردع العدوان سيطرتها بشكل كامل على مركز سيطرتها الكاملة على إدلب وأريابها طبعا العمليات القتالية كذلك في حماء مستمرة متتالية اليوم وفي هذه الساعات تشتد وطيرة الاشتباكات خاصة على محاور قلعة المضيق هذه القلعة التي تعتبرها واستراتيجية التي كذلك سيطرت عليها الفصال المقاتلة هناك بعد اشتباكات قالت إنها عنيفة وكانت شرسة مع القوات الحكومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر